اروح معاكم للدور الممتاز يا جماعة الخير سيراميكا كيلو باترة النهاردة علم المصري القورة يعني احمد خلينا نكون اقصر دقة احمد سامي ادى درس النهاردة في فنون القورة المباراة انتهت 3 صفر لسيراميكا كيلو باترة مع الرأفة طبعا عبد عبد المصري كلامي وحب اقول ان احنا يعني يوميا بنتكلم معاكم في كل ما يخص الدور الممتاز والخميس والجمعة بيبقى معانا الدور الممتاز وحصاد الممتاز به والنهاردة اول الموسم معانا وانطلاق الدور الممتاز سيراميكا اللي حصل لسيراميكا مجاش من فراغ ليه لان الادارة المحترمة الواعية دايما وابدا النتائج بطب مظهرة في الملعب و سيراميكا من افضل الفرق اللي عملت مريكاتو صيف في هذا الموسم يعني تعالى بس تفرجك على حاجة مهمة جدا علشان تعرف ان النجاح ما بيجيش صدفة مهمة للغاية بص يا فندم بص دي زيارة دي زيارة وكيل مجلس النواب المحترم عمنا الجميل محمد بك أبو العنين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كيلو باترا ووكيل مجلس النواب المصري ورئيس نادي سيراميكا كيلو باترا ومعاء المشرف العام على الكورة المحترم والصديق العزيز طارق أبو العنين الزيارة دي كانت إمتى كانت أمس الأسنين والمباراة النهاردة الأولى الثلاث بص كده معايا بص 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 معايا بس استنى بس عشان خطر حاضرينيك تسمع معايا كويس بص حاضرتك معايا كده شايف عايزك بس تبص معايا وتشوف يعني كيف بدأ الموسم نادي سيراميكا كيلو باترا يعني عايزك تبص بس تشوف كده بدأوا الموسم ازاي بص هذه الزيارة قصوا بيها شريط البداية بعد ما خلصوا المعسكر وفترة الإعداد ودي محمد بي أبو العنين وبيسلم على إبوكا وصلاح محسن وصورة تسكرية تاريخية تحس ان ده فريق أوروبي مش فريق مصري ودي محمد بي أبو العنين في اجتماعه مع اللاعبين في وجود قناة صدى البلد وعلى المنصة يجلس بجواره المشرف العام على الكورة الأخ المحترم طاري أبو العنين والكابتن أحمد سامي واللعيبة موجودين قدامكم في القاعة ده كان قبل المطش بساعات مش بيوم يوم الثلاثة وانا تعمدت مزحوش بالأمس علشان النهاردة الثلاثة اتكلم عنه بعد المباراة ودي محمد إبراهيم زي ما انتوا شايفين في الصورة يعني يا جماعة الناس دي بتحلق في حتة تانية وهم بيلعبوا على المربع الزهبي وربنا كرمهم وانا كنت عايزة شوف نتيجة اللي بيعمله محمد بي أبو العنين والسفقات الرهيبة اللي تعملت مع الإدارة الواعية مع فكرة متسامعة تودهم لفين النهاردة في مباراة المصري كان للفريق شخصية وكان للفريق هوية وكان للفريق قوة النارية ودي عامر محمد عامر وبعض اللاعبين لأنهم لعبوا قدام المصري مباراة وما أروع تكتيكيا أحمد سامي كان رائعا أداعا اللاعبين جميعا كانوا نقوم نتيجة 3-0 مع الرأفة في بعض الناس بتقول أن المصري سيطرة في بعض فترات المباراة لا ده فكر واعي من أحمد سامي ممكن أن يترك لك الاستحواذ لفترة ولكن الضربة ضربة مرزبة بتوقع وليس ضربة جخوش وأحمد سامي ورجاله لم يضربوا بمرزبة واحدة ولكن ضربوا بسلاس مرزبات دفعة واحدة وخذوا أول ثلاث نقاط وسلاسية من العيار السقيل يا معلم ودوء يمزيكا وسراميكا خرب الدنيا وخلها ويكا في ويكا وورب إيهاد جلال لأن النهاردة إيهاد جلال المصري بلا شخصية المصري بلا هوية والمصري ما يستهق إش كده أنا من الناس اللي ابتدعى من نادي المصر البرسعيدي وتحية للمصر البرسعيدي وتحية لجمهور المصر العظيم ومقدرش انتقد كامل أبو علي أنا مقدرش انتقد كامل أبو علي أبدا لأن كامل أبو علي وفر لبن العصفور ولكن خلوني أرجع بالذاكرة مع نفسي لشهر كنت أتحدث مع صديق لي في بور سعيد من الشخصيات المهمة فبيقول لي إيه رأيك قلت له بصراحة اللي بيعمله كامل أبو علي لازم نسانده ولازم نساند المصري استنادي ونساند جمهور المصري ونبه وراء قوة كبيرة قال لي طب انت شايف المصري ممكن يعمل إيه استنادي قلت له للأسف مش هيعمل حاجة فقال لي يا راجل انت بتتكلم ازاي قلت له بص أنا ربما يقول لي موقف من إيهاب جلال لأنني أنا غير مقتنع بإيهاب جلال أصلا ولكن أنا بقول لك أن كامل أبو علي عمل كل حاجة حلوة ولكن ما جابش مدير فني قف يعني الكابتن إيهاب جلال راجل مهزب وراجل محترم ولكن إيهاب جلال لا يصدح للأندية الشعبية والجماهيرية إيهاب جلال إنجازاته كانت مع المقصة نادي شركة والدنيا مأفولة عليه وشكرا مع السلامة لكن إيهاب جلال الناس اللي جاعدة تقول لك هي مدرب كبير أبو الدنيا أمارة عملية إيهاب جلال بعد تجربة المقصة عملية فشل مع الزمالك وفشل في كل فريق راحه وإيهاب جلال لا يصنع على ذكرة حتى لما كان بيدرب ممتاز به كان بينجح مع الأندية الشركات ويفشل مع الشعب والجماهيري زي ما فشل مع كفر الشيخ أسابهم يعني هو من أول السطر هو ما بيعرفك يتعامل مع الأندية الشعبية والجماهيرية وبعد كده النهاردة الفريق بلا هوية يعني أنا مش مصدق إن ده الندر مصري مش مصدق إن دي الاستقدمات اللي جابها كاملة أبو علي مش مصدق إن ده الفريق اللي تجاب له الفريق ده داخل في مليار جنيه مش مصدق إن ده الندر مصري أبدا لا يمكن يا جماعة لا أستطيع أن ألوم الإدارة ولا أستطيع أن ألوم كاملة أبو علي بل أساند كاملة أبو علي وأضالب الجماهير بمسندة مجلس الإدارة وكاملة أبو علي ولكن يا جماعة مع القصيدة من أولها قفر المشكلة إن المصري ملعبش مطشي حلو علشان أقتنع بإيهاب جلال حتى لو أنا لي موقف إن أنا قولي الوقت مش مقتنع بيهاب جلال والإعلام كله والناس كلها عارفة إن أنا مش مقتنع بيهاب جلال كان ممكن الناس تقول لي بس اللعب المصري لعب مباراة حلوة والأهداف لا تعبر عن سر المباراة لا لتأحمد سامي علمه الكورة أحمد سامي علمه الكورة يا جماعة هي مش عافية إيهاب جلال مدرب مصنوع إيهاب جلال صنيعة إعلام إيهاب جلال صنيعة تامر النحاس وكيله اللي لامم حواليه شلة من الإعلاميين عاملين من إيهاب جلال وكأنه هيروا الكورة والتدريب ما فيش نادي جماهيري ما سكوا إيهاب جلال ونجح بيه الإسماعيلي في تجربته اللي قاعد بيها لو قاعد كان مطش كان هبط بالإسماعيلي لأنه قاعد على شفا حفرة المصري أهو من أول المطش ما حد شايف فرقة يعني أنا بستغرب يعني أنت جبت يا كامل بيه كل ده هات خبير أجنبي يعني أنت لما مشيت حسين أسن أنا توقعت أنك أنت عتجيب خبير أجنبي جامد جدا يعني توقعت أني مثلا يجي فيلر بأي تمن لأن كامل بيه مش فرقة مع الفلوس أنه يجي مثلا حد بوزن كولر اللي في الأهلي أو فرير اللي في الزمالك أو حتى زران اللي في الاتحاد ولكن لما جائها بجلال صدمت قلت يا جماعة منهم لله مستشارين كامل أبو علي ماذا صنعتم بالرجل يا جماعة ماذا صنعتم بالرجل يا جماعة وخدت على نفسي أهدأ أن لا أتحدث ولكن بعد اللي شفته النهاردة لازم أتحدث وكيف لا أتحدث ضميري ما يسمح ليش وأنا من محب المصري ومحب بورسعيد الفريق بلا هوية أول القصيدة كفر بلا شخصية منعدم الملامح أنا نفسي أعرف إيه يعني عايز إيه التركية بتاعت حسين السيد اتفأست وتأفلت وشكرا عايز إيه كان إيهاب جلال يا جماعة ماذا يريد إيهاب جلال عموما يعني مبروك لنادي سيراميكا كيلو بطرة وهارد لك للنادي المصري ولا أريد أن أزيد على ذلك علشان خاطر لا أكون متحملا وعلينا أن نساند ولعل المباراة الثانية يكون فيها كلام مختلف ووقتها سيكون لكل حدث حديث الله العظيم الله إبادية لو مع حسين حسن أقسم بالله أقسم بالله لو مع حسين حسن يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي كانت الفرأة دي بيئة نار بطير في الهوى وحدها عموما يعني ليس أمامنا إلا دعم النادي المصري ومساندته ولكن هذا رأيي ترجمة نانسي قنقر